احنا النهاردة لقاءنا مع القديس ارسانيوس معلم اولاد الملوك قديس جميل من قديسين القرن الرابع الميلادي عاش ما بين القرن الرابع والقرن الخامس تولد في نص القرن الرابع حوالي 356 ميلادي في روما من بيت حلو حلو ايمانيا وحلو ماديا وحلو علميا تموا بتربية ابنهم ارسانيوس اتربى تربية الحقيقة رائعة جدا وهو كان واضح عليه التفوق من صغره وكان واضح عليه انه من اشهر فلاسفة جيله او من اشهر معلمي الجيل اللي هو موجود فيه هذا الانسان ارسانيوس لدرجة ان الملك في القسطنطنية طلب معلم لأولاده طلب معلم لأولاده يجيد اليونانية ويجيد الرومية فقعدوا يدوروا فلم يجدوا اصلح من القديس ارسانيوس عشان يعلم اولاد الملك وفعلا خدوا ارسانيوس من روما وراحل القسطنطنية وصار معلما لأولاد الملك الاتنين اللي كل واحد منهم خد جزء من المملكة بعد وفات ابوهم لكن المهم ان هو صار معلما لأولاد الملك يجيد اتنين من اللغات انسان معروف جدا بعلمه بعلمه الغزير بفلسفته الشديدة جدا فصار معلما لأولاد الملوك مش بس معلم أولاد الملوك ده الملك نفسه احبه وصار له مكان في المملكة يقال ان كان بيقيم مع الملك في القصر او في قصر مجاور وكان له من الخدم الكتير لدرجة واحدة من الكتب وصفت ان كان ليه الف واحد بيقوم على خدمته ولحه جناح في قصر الملك او ليه قصر خاص به يسكن فيه لكن رغم كل مظاهر العظمة ديت طبعا مش محتاج ان انا احكي لحضراتكم عن لبسه وعن الدهب والفلوس الموجودة تحت تصرفه ده معلم أولاد الملوك لدرجة ان الملك كان احيانا كتيرة يستحبه في السيارة الخاصة به في تنقلاته كان يقعد ارسانيوس جنبه وفرح الملك به وهذب أولاد الملك تهذيب جميل جدا او رباهم تربية جميلة جدا العجيب انه هو رغم كل مظاهر العظمة اللي كان عايش فيها رغم كل مظاهر الغنى اللي كان بيتمتع بيها للا الحقيقة كان انسان بسيط وزاهد جدا في نفس الوقت من جواه وكان كان عنده حتة ايمانية جميلة جدا او علاقة حلوة جدا بربنا طول فتلة اقامته في القصر كده كان عنده سؤال بيشغل باله والسؤال ده فضل يلح عليه سنين طويلة يقول كده ما قيمة هذه الحياة لانا بعمله ده ايمته ايه وايه الحاجة اللي هي ايمة كل حاجة بتروح الحياة بتروح الفلوس بتروح المناصب بتروح فكان ابتدى ياخد نظرة تأملية او نظرة بلاش تأملية لكن وقعية في الحياة وابتدى يبتدى يفكر في السؤال مهم جدا كيف اخلص ابتدى السؤال دوت يزن على باله بشدة وبعنف ابتدى يسأل نفسه كيف اخلص والسؤال اتنقل من عقله لربنا ابتدى يسأل ربنا يا رب كيف اخلص ازاي اخلص بحياتي السؤال زي ما بقوله حضراتكم كده قاعد يلح عليه الحاح شديد جدا فطل الفكرة بتزن على دماغه فترات طويلة لغاية ما جاله صوت واضح ومحدد جدا بيقوله كده اهرب لحياتك اهرب من هذا القصر لحياتك ابتدى يسأل كده الهرب ده معناه ايه او شكله ايه ابتدى يسمع عن الرهبنة في اسكندرية خد قرار من جواه كده انه فليلة ترك الاصر وخد مركب متجهة لاسكندرية ووصل اسكندرية وفي اسكندرية ابتدى يسأل على البرية وعلى الاسقيت وعلى تلميذ القديس مانكاريوس ففعلا دلوه على الطريق اللي يوصل به لبرية شهيت للاسقيت فعلا وصل الاسقيت والكلام دوت كان بعد اربعين سنة تقريبا قضاها في اصر اه او قضاها ما بين نومة ما بين اصر الملك يعني ساب اصر الملك وهو يبلغ من العمر اربعين سنة يعني قضا فترة مش قليلة في العز والنعيم والمناصب العالية لكن ساب كل دوت هو عنده اربعين سنة يعني احنا بنتكلم في اواخر القرن الرابع الميلادي وطلع على برية شهيد طلب انه قابل القديس ابو مقار الحقيقة ربنا سمح ان عمر ابو مقار يطول لغاية ما التقي بالقديس ارسانيوس اتقابل ابو مقار مع القديس ارسانيوس لقى فيه انسان مصر على الرهبانة في الاول قال له يعني انت انسان كده ناعم لا تصلح الرهبانة رهبانة عايزة ناس خشنا لكن وجد قلب مصر جدا انه هو يتراهبان وانه هو نادر حياته ربنا وصد اصراره كده وصد ملاحظة ابو مقار ليه اكتشف انه انسان محب الهدوء والوحدة والسكون فالداله فعلا اللاية خارج التجمع بتاع الدير او خارج اسوار الدير وصار له مكان ما بين الرهبان وصارت له اللاية واصبح راهبا وبعد ابو مقار مداله الالاية دي بايام قليلة تنيح القديس العظيم ابو مقار وفضل القديس ارسانيوس موجود في برية شهيد انا عايز حضراتكم تتخيلوا معايا كده بداية حياته في برية شهيد هذا الانسان هيتصرف او هعيش ازاي في هذه البرية ده انسان زي ما بيقولوا كده وارد القصور جاي من القصور جاي من القصور راح على برية ابو شهيد برية شهيد عن تلاميذ ابو مقار تلاميذ ابو مقار دول عايشين عيشت نسك جديد جدا الاداب الرهبانية لا يعرف عنها شيء هيعمل ايه وهيعيش ازاي الحقيقة لو حبينا نحط عنوان للفترة اللي عاشها في الاول في الدير نقول عليه كده انه تلميذ متواضع وشاطر تاني هو تلميذ متواضع وشاطر اقول لحضراتكم ليه وازاي تلميذ متواضع توضعه ان هو اللي كان لقبه معلم اولاد الملوك وده مش لقب ده حقيقة عاشها راح لبرية شهيد لا يعرف شيء عن الرهبانة فهيبتدي التلميذ على اباء الرهبانة وعلى الرهبانة الشيوخ اللي موجودين في البرية في الوقت دوت والعجيب انه التلميذ على دين شيوخ اغلابهم يوصف بالنسبة للقديس ارسانيوس النجاهل انه امي وكان معروف في الوقت دوت في مصر كانوا يقولوا على انسان امي الانسان الذي لا يجيد اللغة اليونانية يعني كانوا يقولوا على القديس العظيم انبا انطنيوس ابو الرهبان امي لانه ما بيعرفش اللغة اليونانية كان يادو بيتكلم اللغة المصرية المعروفة في الوقت دوت فقاعد يتلميذ على دين راهب امي ما بيعرفش يوناني ده قديس ارسانيوس اللي بيتكلم يوناني وإيطالي ويعلم اولاد الملوك اتعلم عليه بقى يتعلم على دين هذا الاب كان اب بسيط في لبسه لدرجة انه يبان كأنه من الفقراء او من الشحتين عد على البرية واحد من معارف القديس ارسانيوس فلاقاه قاعد بيتعلم على دين الراهب اللي منظره بسيط جدا وثقافته تبان في منتهى البساطة فقال له ايه اللي حصل لك يا ارسانيوس ازاي انحضرت الى هذا الوضع فرد عليه القديس ارسانيوس رد جميل جدا 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 يعبر عن اتضاع تلمزة حقيقية قال له صدقني ان الالفا فيتا التي يجيدها هذا الراهب لم اتعلمها بعد الفا فيتا دي حروف اللغة مصري قال له انا لسه مش عارفها وهنا كان يقصد ان الف به رهبانة انا لسه مش عارفه لكن هذا الانسان هو اللي عارف الطريق فانا بتعلم تحت ايديه وخضع القديس ارسانيوس للمعلمين بتوعه خضوع شديد جدا خضوع شديد جدا وكان في ميزة ان القديس ارسانيوس كان يجيد انه يتعلم من خلال اراية المواقف والاحداث يعني مش بس من التعليم المباشر او التوجيه المباشر لا ده كان يعود يرائب كده الرهبان دول عايشين ازاي او تعليق واحد من الاباء لراهب معين وياخد الرسالة لنفسه ويتعلمها والحقيقة دي كانت فضيلة حلوة عشان كده احب ان انا اسميه انه التلميذ الشاطر شاطر انه عارف يتعلم وياخد الرسالة لنفسه زي ما قلتلكم كده قديس ارسانيوس جاي من بيئة مرفهة وراح على البرية والبرية العيشة فيها في منتهى الصعوبة اقول لحضراتكم كده درسين بسرعة اتعلمهم من خلال الملاحظة والمراءة الدرس الاولان يتعلموا كده وهو بيأكل بيأكل مع الرهبان حضركم عارفين الاكل في الدير من ساعة ما ابتدت الرهبانة حتى الان الوجبة الاساسية الفول وكانوا لما يبوخوا الفول كده كانوا يأكلوا الفول بحاله زي ما هو جاي لهم فكان القديس ارسانيوس لما ييجي يأكل الفول كان ييجي الفول بتلاث يعني في الطبق الفول فيه تلاث اشكال فول ابيض يعني فول مستوي فول اسود يعني اتحرق وفول تالت مسوس وكله محطوط في الطبق وياكل الرهبان حسب تعليمهم وحسب نسكوهم ما كانش الراهب ينقل فول كان يأكل اللي موجود في الطبق فجاي فجاي قديس ارسانيوس زي ما بقول لحضراتكم كده دوارد القصور تخيلوا اكل القصور كان شكله ايه فاول ما جيه البرية كده ابتدى يعمل ايه بياكل فول ويقول حاضر هاكل فول طب ومع اكل الفول هتعمل ايه ابتدى ينقل فولة البيضة او يعني المستوية يكلها ويجنب الباقي المحروق او المسوس ما يكلوش ابتدى ينقل مين اللي شاف كده اب الرهبان اللي موجود في هذا الوقت كلام ده ما عجبوش اب الرهبان كان ربنا ما ادي له حكمة حلوة قوي عارف ان القديس ارسانيوس جاي من بيئة مرفحة ولو وبخه قدام الرهبان يعني قد ياخد على خطره او قد يصيبه نوع من انواع صغر النفس فعمل حاجة جميلة جدا انه اتفق مع راهب شاب كده قال له وقت الاكل ووقت الميدة تيجي تقعد جنب القديس ارسانيوس لما تيجي تاكل تنقل فولة البيضة تكلها وتجنب الباقي قال له حاضر يا ابي ونفس بمنتهى الهدوء اللي طلبوا منه اب الدير واب الدير او اب الرهبان قال له كده ومن فضلك استحمل اللي هعمله فيك فجيه اب الرهبان ما عدي عليهم هم على الميدة بيكلوا التلميذ زي ما طلب منه اب الرهبان ابتدى يعمل ايه يعود جنب القديس ارسانيوس وياكل الفولة البيضة المستوية ويجنب اللي سود او المسوس اب الرهبان بصله كده قال له بتعمل ايه بتنقل فول وراح لطمه على وشه لطمه على وشه لطمة قوية فالقديس ارسانيوس بصل كده اللي حصل وبمنتهى الهدوء قال لنفسه هذه اللطمة لك يا ارساني هذه اللطمة لك يا ارساني الضربة دي مفوك انتيجي على وشك انت وبصل للرهب الشاب وقال له كده هذه اللطمة ليست لك يا ابي ولكنها ليه ومن اليوم دوت اتعلم الدرس وصار يأكل الفول كاملا ما بقاش بنقل فول بقى يأكل الابيض والاسود والمساوس وهو بيشكر ربنا لانه اتعلم الدرس اتعلم الدرس ووصلته الرسالة ترجمة نانسي قنقر